السلام عليكم ازيادكم يا شباب هنكمل مع بعض دقاء الجزء التاني من المحاضرة التالتة بتاعة الجيناتك مايكروبيا الجيناتكس تمام نتكلمنا المرة اللي فاتت خلاص على الجينات وشرحناها بالتفصيل والجين ترانسفير وكده النهاردة بقى نتكلم على حاجة مهمة جدا 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 اسمها يا شباب اسمها البي سي ار البي سي ار البي سي ار اللي هو تفاعل البلمرة المتسلسل تفاعل البلمرة المتسلسل يعني عل穫ية سلسلة تفاعل تفاعل يعني كميا وكده فخلاص دى هنفهمها ماشي. قال لك يعني ايه بلمرة? بلمرة يعني انا بجمع من جزء بدي مسلا كزا جزء بالمرة ان انا جمعت كزا جزء تمام. بالمرة ان انا بجمع جزيئات صغيرة عشان تديني جزء كبير. تمام? تمام. او ان انا بدي جزيئات اكبر فاكبر فاكبر ده بالنسبة البلمرة. طب المتسلسل. انك المتسلسل اصله بيحصل على هيئة سلسلة ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. تمام? ده معنى كلمة ده معنى التعريف. تمام؟ تفاعل البلمرة المتسلسل ان انا بعملوا على هيئة سلسلة على هيئة مجموعة من التفاعلات اللي هو ربعضها. تمام? في بقى تأسيسة لازم تبقى عارفها كده يا سيدي. ان النيوكلتي ده. النيوكلتي ده لو ما فيهاش مجموعة الفوسفات يعني هي عبارة عن سكر سكر وقعدة نيتروجينية بس ده اسمه ده اسمه ايه؟ نيوكلتي صيد. صيد اه بالاس نيوكلتي صيد. ده يعني النيوكلتي ده من غير مجموعة الفوسفات. يعني انا ممكن اعملها كمعادلة كده بقول ان النيوكلتي ناقص النيوكلتي ناقص مجموعة الفوسفات هيديني يساوي اللي فوق ده اللي هو نيوكلتي صيد. تمام? تمام. خلاص ده بسيطة بازن الله. حابب بس افكرك ان مجموعة الفوسفات لما يبقى لازقى في مجموعة فوسفات يعني مجموعة فوسفات لازقى في مجموعة فوسفات لازقى في مجموعة فوسفات بيبقى ما بين مجموعة الفوسفات ومجموعة الفوسفات هنا فيه طاقة. طاقة هستخدمها في التفاعل الكيميائي. ولما بكسر الرابطة دي ما بين الطاقة بتطلع لي طاقة كبيرة بتوصل لسبعة وتلاتة عشر كيلو كيلو جول. تمام? تمام. مهم الكلام ده? اه مهم نفهمه بس. تمام? تمام. اه حابب افكرك ان تفاعل البلمرة المتسلسل او جهاز البي سي ار ده بيمر ب تلات مراحل رئيسيين بتجمحهم كلمة داني. عارف داني الشبح? اه. داني. الدي دي هنعرف يعني ايه? وان وايه. تمام? داني. داني. تمام? داني كارفخان لهم تبشجع لريال المدريد. قال لك دي 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 يعني? يعني ايه دي بغير طبيعة وانا بغير طبيعة ايه? بغير طبيعة الدي ان ايه? ازاي? دي ان ايه? لو لا بمزدوى. دي ان ايه? لو لا بمزدوى. طيب يفردان يا عم انا سخنت درجة الحرارة. رفع درجة الحرارة يؤدي الى انفكاك التفاف اللولة بالمزدوى. درجة حرارة معينة. لو رفعت درجة الحرارة لمسهلا الاربعة وتسعين. يؤدي ذلك الى انفكاك والتفاف اللولة بالمزدوى. يؤدي الى انفكاك التفاف اللولب بالمزدوج هيبقى كل واحد شريط مفرد كل واحد قالك الشريط المفرد دي الشريط المفرد نمسح الحتة ده عشان نكتب فيها قالك الشريط المفرد ده اسمه اس 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 اسمه 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 يعني اللولب واحد مش اللي هو اصلي كان لكن دلوقتي اسمه تمام عايز تقول لي ايه بقى انا كده اول خطوة طب الان ده الان ان انا عمله يعني ايه يعني رابط كلمة دي يعني رابط هتربط ايه هربط جزء من الشريطين مع بعض وهمل الفراغ الباقي بحاجة اسمه اه هملاها بحاجة اسمه تتابعات صغيرة برضو تلزق مع السنجل اللي انا فكيته تلزق مع السنجل اللي انا فكيته وبعد ما لزقتهم مع بعض بعمل خطوة تانية اسمه اكستنشان ده مدها بقى بيجي هنا دور انزيم في الاكستنشان ده اسم الانزيم ده شباب اسمه تاك بوليميريز اللي كنتو خطوه في تلتة سنوية تاك بوليميريز بيعمل عند درجة حرارة اتنين وسبعين يبقى انا ممكن اضخص اللي انا قلته انه هم التلات مراحل اول حاجة دي ناتيوريشن برفع الحرارة تقريبا لاربعة وتسعين بعد كده بعمل انيلنج بعمل خفض ترانزيانت كولينج بعمل تاب ريد انا هقره لك من الكتاب بس من المذكرة بس اتلقش وبعد كده بعمل مرحلة تانية اسمها امتداد ودي بسخن فيها عشان انزيم التاج بوليميريز يعمل تمام طب انا بعمل الحركة دي ليه بعرف تتابعات معينة يا شباب عشان اعرف التتابعات المسؤولة عن انتاج مثلا السم مين اللي مسؤول عن انتاج المضادات الحيوية عشان احاول اقضع البكتيريا دي ما تتكسرش ما تبدأش تنشر ما تعملش ما تعملش ترانسفورميشن عارف انا هطلع لهم ضد الحيوي انظامه ايه تاني حاجة ان انا بقطر البكتيريا هو اسمه ايبل مرح فانا بدي جزيئات كبيرة عشان اقطر البكتيريا مثلا زي بكتيريا تي بي ليه اصل بكتيريا تي بي يا شباب بتاخد فترة طويلة بتاخد كنا اخدناها في ان هي في المزرعة البكتيريا بتاخد وقت طويل عكس اشرش يا كولاي اللي كان بتاعد عشرين دقيقة كانت ايش كانت تي بي بتاعد ديز بتاعد ايام فنايس حاجة سريعة تقول للشخص ده مصاب بالسلة لأ ممكن استخدم تقنية البي سي ار بشوف الجينات بتاعت التي بي بقطرها عشان اشوفها تحت جهاز معين واعرفها جهاز اسمه اليزا مثلا هتقدو بترمي التاني بازن الله تمام يا شباب تمام كده احنا عرفنا اول اهمية تاني اهمية ان في بكتيريا تانية ما بنزرعهاش اصلا في بكتيريا تانية ما بنزرعهاش مش بكتيريا اصلا فيروسات ما بنزرعهاش فزي مثلا فيروس اله اي ذي اللي هو مرض نقص المناعة المكتسبة اللي بيسبب مرض يؤدي في النهاية الى الهيدز تمام هباطايتس بي فيروس اللي هو فيروس التهاب الكبد الوبائي بي قالك التهاب الكبد الوبائي سي كل ده بزرعه عن طريق ان انا بستخدم جهاز البي سي ار فلازم تبع عرف خطواته لازم تبع عرف بيشتغل ازاي ويلا بينا نروح للورق عشان نشوف الجهاز ده شغال ازاي تمام يا شباب يلا نروح مع بعض كده قالك هو تفاعل بالمرة متتلسل قالك هو تطنية ادفانتز ادفانتز التكنيك. قال لك ليه? عشان اعمل ميني كوبز بهيب المرة. يعني ميني كوبز. يعني نسخ كتير ميني كوبز من سينجل ستراند دي ان ايه? من جزء دي ان ايه? مولوك يول. تمام? لا مش سينجل ستراند. احبب افكرك ان احنا عندنا متطلبات لجهاز البي سي ار العينة. اللي هي السامبل. اللي هي دابل ستراند دي ان ايه? دابل ستراند. قال لك البرايمارز البرايمارز اللي بتبقى جزيئات صغيرة من الدي ان ايه? عشان ايه? البرايمارز الصغير ده يلزق مع دي ان ايه اللي انا هسخنه. اللي كان عبارة عن طبل ستراند. بس انا لما سخنته نفك سنجل ستراند. تمام يا شباب? تمام. قال لك كل جزء من البرايمارز ده يعني عشرين لتلاتين نيوكليوتي ده. بيبقى من كم? من عشرين لتلاتين نيوكليوتي ده. تمام? تمام. يبقى انا كده جبت العينة. جبت البرايمارز. عايز ايه تاني? عايز دي اكسي رايبو نيوكليوسايد راي فوسفيت. يعني ايه? يعني نيوكليوسايد يعني سكر وقعدة نيتروجينية. مرابط معهم تلاتة فوسفات. تلاتة فوسفات. تلاتة طب تلاتة فوسفات ليه يا سيدي? قال لك اصل التلاتة. هم بيبقى لازقين هنا كده. بيبقى لازق لها ليه تلاتة فوسفات واحدة. واحدة عشان تكون للدي ايه بتاعي? نيوكليوتيدة بتاعت الدي ايه? والاتنين هستخد الطاقة اللي موجودة في مجموعة الفوسفات. هستغل الطاقة اللي موجودة في مجموعة الفوسفات. عشان اكون جزئ دي ايه? انزيم ورابطة وحاجات من دي. تمام? تمام. يبقى انا كده محتاج اه اربع حاجات العينة بتاعتي. محتاج محتاج النيوكليوتيدات الليها دي اكسي رايبون نكليوسايد ترايفوسفيت بتاعت الوالفور تايبس ايه الفور تايبس الاربع انواع بتوعي ال dn الادنين الجوانين دول اللي هما البيورينز والصايمين والسيتوزين دول اللي هما البيورينيز تمام طبعا الصايمين خاص بالdn بس اما اليوراسيد ده خاص بالrn وده مش كلامنا النهارات ده مش كلامنا دلوقتي تمام يا شباب تمام ومحتاج dn بوليميريز يبقى اللي اربع حاجات خلاص حافظناهم العينة السامبل وبعد كده انا محتاج البرايمرز وبعد كده انا محتاج البوليميريز احفظ معيات نمبيهو والسينج والسامبل ومحتاج دول الاربع حاجات اللي انا محتاجوا الحاجات اللي انا هقولها دي هتخش جوه جهاز سيرمو سايكلر سايكلر يعني دورات ودورات حرارية ليه دورات حرارية هرفع هخفض هرفع وهكذا الحكاية دي بتتكرر كم مرة من 20 ل35 مرة يبقى البرايمارز من 20 ل30 نيوكلتي ده الدورة بتتكرر من 20 ل35 مرة تمام تمام تعال نشوف المراحل المراحل قلت لك داني داني الشبح يعني اه قلو الحاجة دي ناتيوريشن يعني بفك التفاف اللولة بالمزدوج وبعد كده بعمل انييلنج بعمل الرابط وبعد كده بعمل اكستنشن اللي هو بمده بقى بكون جزيئات اكتر فاكتر فاكتر يلا دي ناتيوريشن بسيطة بسخل 94 درجة مقوية بسخل مين العينة اللي هي كانت ضابل استرندد دي ان ايه فماذا يحدث عند التسخين يعني فك التفاف اللولة بالمزدوج بعد كده هعمل انييلنج هعمل رابط هربط مين هربط البرايمرز هربط مين هربط البرايمرز اهو هلزق البرايمرز هلزق البرايمرز حلوة سيد طب انا هلزقها ازاي هاخفض درجة الحرارة شوية اه هاخفض درجة الحرارة من الاربعين لخمسة واربعين درجة مقوية ترانز يعني تبريد انتقالي كده خفيف شوية لان انت لو بردت لدرجة الحرارة المسلى لدرجة الحرارة العادية طبا كده هترجع لو اللوالب تلف على بعضها تاني لكن انا ببرد لحتى معينة لها من 45 ل60 يعني انت اصلا لو بردت لدرجة حرار 37 مثلا يعني طبا كده اللوالب هترجع تلف مع بعضها تاني لا فانا هبرد لدرجة معينة بس تسمح بالتزاق البايمر ولكن لا تسمح بالتزاق السترندد مع بعض تمام تمام عملت تبريد لـ 45 ل60 ولكن سمحت لان البرايمر زي ربطوا مع بعض على الكمبلمنتري يعني متكامل يا شباب يعني مثلا البرامرز دي فيها ادنين هيلزق على الجوانين بتاع الدبل بتاع السينجلسترندد تاني يبقى انا كده مثلا فيها ادنين في البرامر هيلزق مع الجوانين بتاع مين مع الجوانين بتاع تمام تمام فاضل لي ايه فاضل لي بمده بمده بقى طب همده بمين احتاج انزيم بالمرة اسمه تاك بوليميريس اسمه ايه تاك بوليميريس او دي ان ايه بوليميريس ده بيعمل تضاعف بقى للجزيئات الجزيئات اللي معايا دي ويقعد يضاعف 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 أنا مثلا معايا نسخة واحدة لأنا عايز كذا 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 نسخة عشان جهاز الالويزة يتعرف عليها تمام؟ أنا محتاج تضاعف تضاعف عشان أجيب كمية كبيرة عشان أجيب كمية كبيرة عشان اديه النيبولي ميريز ده يشتغل تمام طبعا يا شباب احنا عارفين اخذنا في سنوي ان انزيم البلمرة لأن انزيم البلمرة بيشتغل في اتجاه خمسة لتلاتة جديد بيشتغل في اتجاه خمسة لتلاتة جديد بيشتغل في اتجاه ايه؟ خمسة الى تلاتة جديد تمام؟ فهو بيشتغل عند النهاية تلاتة عند النهاية تلاتة بتاعت كل برايمر يعني ايه؟ يعني هو بيجي عند اللي كان من خمسة لتلاتة ويبدأ يشتغل يبقى الجهة دي تلاتة بتاعت البرايمر تاني لخمسة لتلاتة بتاعت الشريط يجب هو بيشتغل من الجهة 3 من الجهة 3 بتاعة البرائمر بتاعت مين بتاعة البرائمر طبعا بقى بكرر الدورة دي عشان هي سمعة تفاعل بمرة متسلسل يعني سلسلة عملاة تتكرر 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 قال لك المرحلة دي بتاعة تتكرر تتكرر تمام قال لك ايه اللي بيحصل بقى لما المرحلة دي بتتكرر بص يا سيدي ده سنجل استراند صح وده سنجل استراند بص كان فيه واحد بتاع البرايمرز كان فيه واحد بتاع البرايمرز وواحد تاني بتاع العينة تمام طب بعد كده بقى في المرحلة اللي بعدها ناقل لك ان اللولب بينفك اه اللولب بينفك قالك اللولب اللي انفك ده اللي تكون عبارة عن برايمر وعبارة عن مثلا بتاع العينة تمام كل واحد فيهم هيشتغل كقالب كل واحد يشتغل فيهم كقالب القالب ده يشتغل عليه النسخة الجديدة يشتغل عليه النسخة الجديدة اللي هيجيبها لانزيم الدين بوليميريز دي. من دي اوكسي رايبونيوكليوتايت راي فوسفيت. يعد بقى يلزق بقى. يعد يلزق. يعد بقى يلزق. يبقى تاني. يبقى الجداء يبقى. الاصلي اللي هو بتاع العينة. الاصلي بتاع العينة اللي كان باللون اللخضر. تمام? انا فاكر ان انا كنت راسمه باللخضر. والبرايمرز اللي كان لزق عليه. تمام? البرايمرز اللي كان لزق عليه. اهم دول اللي بالله صفر ده. واللي باللخضر ده. لما يجي يحصل تضعف جديد. كل واحد فيهم يشتغل كقالب يلتف عليه الجديد بقى يلتف عليه الجديد تمام يا شباب واضح الحتة طبعا لو في حد مش واضح يسألني وهوضح له بإذن الله على الجروب هحط لينك بتاع أسفل الفيديو تمام يبقى المراحل سهلة جدا جدا يا شباب أهميتها ايه بسري دي أهمية جهاز البي سي ار بتجمحها سري دي كلهم ديترمينيشن وديتيكشن ودياجنوسيس دياجنوسيس وديترمينيشن وديتيكشن بعمل دياجنوسيس لأمراض مثلا زي التي بي بعرفه ازاي بعرفه من خلال تتابعات معينة سبيسفكس كوينسس يعني كوينسس هي تتابعات تتابعات معينة موجودة على البكتيريا زي التي بي اللي بتنموه فترة طويلة قوي على المزارة طب أنا عايزها يا عام بتاع بقى أنا عاوز أعرفها حالا فهستخدم مثلا جهاز البي سي آر أو فيروسات ما بتتزرعش أصلا زي الهيباطايتس بي زي الهيباطايتس سي التابع الكابد الوبائي بي وسي ومرأة نقص المناعة المكتسبة الـ HIV تمام تمام اده اول حاجة بشخص تاني حاجة بحدد مقاومة للمضادات الحيوية المقاومة دي مثلا عن طريق بي لازميد شاءل صفات معينة طب ما اخد البكتيريا دي وضعي في البلازميد وضعي في صفاته واشوف هي عندها الجين المعين ده ولا لأ اللي بيخلى تقوم مضادات الحيوية عشان انا بستخدم ده مضادة حيوية تاني ولا حاجة تالت حاجة باستفدها من البي سي اار بحدد الجينات المسؤولة عن الشراسة الشراسة زي مين زي انتاج السم زي انتاج السم اللي كانت ترانس داكشن بينقلها مثلا او الجين ترانسفير بينقلها تمام يا شباب تمام في باية تاني كده نجمع مع بعض البي سي اار قالك البي سي اار هو تقنية عشان اصنع نسخ كتير من سنجل دي ان ايمولوكيول عينة بتاعتي معايا برايمارس معايا الدين نيبولي مريز تمام وبحتاج عشان تشتغل في النسخ الجديدة بمر بثلاث مراحل داني بستخدم انيلنج بعد كده اكستنشان بسخن الاربعة وتسعين ينفكل في اللولة بالموزدق بعد كده بربط بمرحلة الانيلنج بعمل ترانزيان تكون ببرد عند خمسة واربعين لستين بعد كده بعمل اكستنشان عند اتنين وسبعين دي اللي بيشتغل عن زها انزيم الدي ان اي بولي مريز بيشتغل عن طريق النهاية تلاتة بتاعت البرايمار تمام تمام اهمية البي سي ار بحدد سري دي بحدد المقاومة والمضادات الحيوية بعمل ديتكشن للسلالات بعمل دياجنوزس بشخص زي التي بي بشخص مثلا الهي بي الهي بي فيروس التهاب الكبد الوبائي بي والتهاب الكبد الوبائي سي لو في حاجة واضحة يا شباب مش واضحة في الفيديو تقدر تسألنا عليها وتسألنا عليها وتسألنا باللغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته